عشان بس السيد احمد ادريس هنا عندكم بقى برضو الشعور ده يعني في عدد كبير بين مجلس النواب استشعروا انه لا هي حكاية مش مشروع قانون لا ده في حملة ضد شيخ الازهر ليه جالكو هذا الشعور وضد الازهر يعني عموما اولا بسم الله الرحمن الرحيم وبقدم التعازي لشهداء الحادث الاليم وحدثاء الوطن وبدعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ شعب مصر وجيشها وشرطتها ورئيسها من كل سوء يعني كده واده توفيق بإذن الله اولا احنا الازهر يعني احنا مجايين ندفع عليه ولا دفع على الامام الازهر لان الحمد لله الازهر ليه مكانه وليه قامه فيه على مستوى العالم فمش محتاج ان احنا نتكلم على الازهر او نتكلم على فضيلة الامام الاكبر يعني هو اللفظ النهاردة بتاع الشيخ الازهر فضيلة الامام الاكبر ده لفظ لغوي ليه معاني كتير بفضيلة الامام واحنا يعني الازهر ده يمكن فضيلة شيخنا الكبير الشيخ متولي الشعباوي رحمه الله لما قال في حديث ليه ان مصر اللي صدرت الاسلام للعالم كان يقصد بيها ايه كان يقصد بيها الازهر هو مين اللي صدر الاسلام للعالم اتصدر من خلال ايه من خلال الازهر من خلال بعثاته بتاعت الازهر وانتشار الجامعات بتاعت الازهر النهاردة احنا نتمنى الازهر انه ينتشر أنا أتمنى واحد من النهاردة أن أنا أسمع على المعاهد الأسهرية أو الجامعات الأسهرية في الصين في اليابان في روسيا يعني الواحد بينتمي بيفتخر بالأزهر النهاردة الأزهر مؤسسة يعني زي ما قلنا عالمية مش محتاجة النهاردة نتكلم على الأزهر أو نقول إيه الأزهر أو نتكلم على فضيلة الإمام الأكبر يمكن فضيلة الإمام الأكبر يمكن لنا الشرف أنه هو يكون إحدى أبناء محافظة الأقصر وليه الشرف أن أنا أكون يمكن معرفة معرفة شخصية بيه وعارف النشأة بتاعته وعارف البنية بتاعته وإزاي اللي تقلم ويمكن فيه تفاصيل يمكن ما حدش يعرفها أن فضيلة الإمام النهاردة لم يتقاضى أي مليم من الأزهر يمكن حتى المرافقات المكافآت الهدايا كلها دي بيتم التنازل عنها من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب لكن النهاردة عشان نتكلم عليه فلا يصح النهاردة لو بتكلمنا عن القانون المقدم من النائب محمد أحمد وهو شخصية محترمة ويمكن أنا علاقة طيبة به النهاردة لما أقول النهاردة الإمام الأكبر يتم تعيينه لمدة ست سنين يعني أنا أنا ما ينفعش أن أنا أجيب فضيلة الإمام الأكبر وحدد له سنة أو مدة معينة لأن النهاردة الإمام الأكبر ده يتم اختياره من المجمع الإسلامي وكبراء العلماء الدين الإسلامي كله فالنهاردة عشان أحط بند ده ما ينفعش تاني حاجة بند النهاردة في البنود اللي حطيتها إن أنا المرؤوسي حسب الرئيس إزاي أنا لما يموظف عندي يقيمني أو يأستنى أن أنا يتعامل لجنة من الموظفين اللي أنا أرأسهم عشان يقيموني ويحزبوني طب أنا حدي عملي إزاي أنا أنا حباشر كشيخ أظهر وهو وضعي ومكانتي إزاي إن أنا بعد كده حطت ثلاث بنود للجزاء الأول بند التنبيه وبعد كده الجزاء وبعد كده الفصل أنا النهاردة لما يجي أنتوا شوفتوا أنه ده مساس بالأظهر وشيخ الأظهر طبعاً طبعاً الحاجات دي مساس بالأظهر إن أنا النهاردة أجي أناوب الشيخ الأظهر لا يصح أدي له جزاء لا يصح أفصلوا النهاردة شيخ الأظهر النهاردة أفصلوا طبعاً حاجات غير منطقية